إيه حكاية نص المطار القاهرة اللي موجود في ميدان الأوبرا؟ ها هو يعني كلنا بنذكر فيلم يوم من عمري أيوة وخاصة لما راحوا لمطار القاهرة ورجع عبد الحليم حافظ مع عزبايد ساروت في الأوتوبيس ووصلوا للميدان الأوبرا وفي مكتب دخلوه وبعدين دخلوا محل الحلواني هو المكتب ده ده كان نظام موجود زمان إن أي شركة طيران أو مصطيران هي كتلة كبيرة يعني يعني نص إجراءات نص إجراءات السفر بتتم فيها أنا مسافر فأروح مكتب الشركة وأديهم الشنط واخد تذاكري وأطلع بأوتوبيس اللي خاص بالشركة وبتبقى وراها العربية جرى فيها الشنط يعني فالفيلم جاي بالجزئية دي الموقع ده قدام بالزبط تمثال معناتها سكرة اهي احنا شايفينها مع حضرتك آيوه اللي هو عقاpie سعر عشرين ارش كامT اه فكان المسافر سوى يلي راجع أو المجادر أو القادم يوصل هي بالظبط متابقا هوinfect المكان قدام التمثال هتلاقي أرض فاضية مكانه Sundrat مخصص للايام الحج بتعمل فيه إجراءات الصفر الحجاء وكده ينهيه هو ده لما بين شارع عدلي وبين شارع بالخلق صاروط في النص كده هو ده المكان وكانت محطة حلوة جدا جدا يعني كانت منتاشية ايه حكاية الكنيسة الحائرة دي كنيسة انجليزي قصب الانجليز وكان اسمها كل القديسين مكانها اصلي كان في قص البلد في النصف شارع شريف مع 26 يوليا وبعدين كان المبنى صغير لما اتعمل فما كانش بتوقع عدد الانجليزي اكتر فلما كتر بقت مشكلة ان الناس صلي في ازاي او يعني يوم الحد الاريب كانوا يعملوا بس ان الصلة دي تلت شفتات يعني الناس تروح تسي وزادت المقساة اكتر لما مات الملك جورج فجم صفراء وجم بيش عارفين يحطون فيه المبنى صغير جدا يعني ففكروا ينقلوها بقى نقلوها في المنطق اللي هو على كورنيش باسبيرو اللي هي ما بين شارع جلاء وشارع رمسيس اللي عندي دخلة كبري كتوبر وبعدين طبعا لما اتشارت عشان الكبري واتنقلت بقت دلوقتي في الزمالك وراء مريط وقسم شكل تاني تلعيه شكل كده هرمي هو يقال بقى ان هو الشارع اصلا فكرة كبري كتوبر فكرة قديمة من ايام جبال عبدالنصر موجودة من زمان من ايام جبال عبدالنصر وكان المفروض ان المسار يطلع من تقريبا شارع نوال في الدقي ويعدي النيل وينزل على الرمسيس باسم كبري رمسيس لكن زي ما قلت لحضرتك في كلام سابق ان عملية الشيل اي رموز انجليزي دي كان هدف موجود عند عبدالنصر فقال لهم لا اوجهوا المحور بتاعه بحيث يشيلها لذلك هو الشارع هو جاي بين شارع الجلاء وشارع رمسيس لكن هو كان مفوض ينزل في شارع رمسيس